بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في أرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأثين الساعة قل بلى ربي لتأثينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مبقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب مبين ليجذل الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك له عذاب من رجب أليم ويرى الذين أوثوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لكي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة فالذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا لا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نختف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا فالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدرها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القفر ومن الذن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من حريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وخذور الرافيات اعملوا أهل داود شفرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موتني إلا دابة إلى دابة الأرض تأكل من ساتة فلما خر سبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبتوا في العذاب المهيم لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمن وشمال كلوا من رزء ربكم واشكعوا له بلدة طيبة ورض غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العلم وبدأناهم بجنتين جنتين جنتين دواتي أطل خمطي وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة وقدرنا فيها السئير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعث بين أسلالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآلات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا سريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا أن نعلم من يؤمن بآخرة من يؤمن بآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حقيق قل ادعوا الذين دعلكم من دون الله لا ينبفون مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أبن له حتى إذا خذع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإما أو إياكم لعلاه دموا في ضلال مبين قل يا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء جلابا هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد له لا تستأفعون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو سراء بالظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا لولا أنكم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن قددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بإله ونجعل له أنزادا وأذروا النجام فلما رأوا العذاب واجعلنا لأغلال في أعلاق الذين كفروا هل يجبون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من مذير إلا قال مصرفوها إلا قال مصرفوها إنا بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أسر أولا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي ارتض الرزق لمن يشاء ويخدر ولكن أسرى الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عند نازل فا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء البعث بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يمسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخيفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائشة أبا أولئي إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بيكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يمسط بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا سوقوا عذابا ما للتي كنتم بها تكذبون وإذا كتلى عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إك مسترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسينا إليهم قبرة النذيل وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعبكم بواحدة أن تقولوا لله مثنا وتراداكم متتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذابي شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يطرف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو سراء فزعوا فلا فوف وأفدوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش وأنا لهم التناوش إن كان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقدفون بالغلب إن كان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريم هيا شكرا للمشاهدة